اشتركوا في القناة لقضاء إجازة ولكن شاء الله أن يلقى حتفه في الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين ولاية البويرة والمسيلة مصالح الحماية المدنية تدخلت على جناح السرعة ونقلت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الحادثة رحم الله الفقيد وأسكنه فسح جنته إنا لله وإنا إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر